اهلا بحضراتكم من جديد طبعا الضيف الدائم وان شاء الله يعني يا ربي يتزح عننا قريبا الضيف ده متقيل قوي الكورونا هي موضوع الكورونا هي ضيف دائم ومستمر في جميع الحوارات على وسائل الاعلام المختلفة وده طبعا من باب التوعية من باب ان احنا نعرف ازاي نتعامل بوعي ونتعايش مع هذا الفيروس اللي لسه الى الان لم يتم يعني الاعلان عن لقاح او يعني مصر واضح وصريح لهذا الفيروس عارفين كويس قوي انه كورونا بتنشط في الشتاء لكن من وقت للتاني احنا لازم نذكر انفسنا بها الاجراءات الاحترازية ومدى الالتزام بيها وليه الاصابات بتزيد فمؤخرا احنا بنشوف انه الدولة بتاخد احتياطات كبيرة جدا ندخل من انتشار فيروس كورونا في الموجة التانية طبعا اللي تم التحذير منها وقالت ان المستشفيات جهزة اتقوم الاطباء والتمريد على اهبة الاستعداد لكن في الحقيقة كل الجهود دي لازم يكون معاها وعي من المواطنين اللي المفروض انه هم يلتزموا باقصى درجات الحيطة والحاضر في تعاملاتهم اليومية في الوقت نفسه في كلام عن لقاحات تم اكتشافها وانه خلاص سيتم اعتمادها احنا فين بقى من هذه اللقاحات تفاصيل كتير هنعرفها من ضفتنا اللي بنورانا في الستوديو الاستاذ دكتور كريمة الشامي استاذ التمريد بجامعة المنصورة ومستشار مكافحة العدوى ونائب رئيس المنظمة الافريقية للسرطان لشؤون شمال الافريقي اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك والسادة المشاهدين يعني فيه تايتلز كتير قوي طبعا لحضرتك ربنا يحفظك ويقدرك عليها ولكن احنا يعني اخدنا التايتل الاهم المناسب لموضوعنا فخلينا نتكلم في البداية عن اعداد المصابين بالكورونا ليه بتزداد مؤخرا؟ انا اولا بشكر حضرتك على الانترو الجميل اللي لميتي فيه كل حاجة وبلباقة وبسرعة ربنا يخليكي بالنسبة حضرتك للكورونا فيروس احنا لو نلاحظ في المرحلة الاولى ان الحمد لله مرت بسلام وكان متسيطر عليها وده يمكن راجع لي ان المبادرات بتاعت الرئيس للامراض المزمنة اللي كان مسيطر فيها على الامراض المزمنة والامراض المزمنة دي تعتبر من الحاجات اللي هي بتخلي الناس اكثر عرضة لان هم ياخدوا العدوى تمام؟ ده بالاضافة ان احنا كان لدينا الصق في الاجراءات الوقائية والاحترازية وكان الاعداد لما كانت زيادة في الاول كانت بتخلي وكون سبت جديد او فيروس جديد فكانت الناس عاملالوا حساب قوي قوي والاجراءات الوقائية والاحترازية كانت بتتم كويس جدا جدا اما الاعداد بدأت انها تنزل في نهاية الموجة الاولى وكنا وصلنا بقى للميات وبقينا خط تقريبا افقي يعني ميات 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 بدأت الناس تستهتر بالموضوع وتحس ان ما فيش كورونا ولا حاجة لما دخلنا بقى الموجة التانية اللي هي بدأت يوم 22 نوفمبر طبعا هي بدأت في العالم من قبلنا بكتر جدا جدا والاعداد برا خطيرة ومرعبة وتعالي شوفي مثلا في يوم واحد امريكا مثلا يموت منها 2500 و180 الف اصابة يعني اعداد رهيبة جدا جدا ده بيرجع لي ايه انه مثلا فيه استهتار بالالتزام الاجراءات الاحترازية من قبل المواطنين شوفي حضرتك شوفي حضرتك فيه عوامل سلوكية وعوامل خصائص للفيروس لو جينا نتكلم عن العوامل السلوكية نيجي نشوف اهم حاجة ان ده فيروس جهاز تنفسي يعني بيتنقل منين من المكان اللي بيطلع منه النفس سواء كان الانف أو الفم تمام كون ان هو يخرج الواحد بيتكلم هيطلع منه لو الشخص مصاب هيطلع في الكلام هيطلع في النفس هيطلع في الكحة أو في العقصة بس بنسب مختلفة فمثلا في النفس هيطلع 20 مايكرون في الدقيقة لو في الكلام هيطلع 200 مايكرون في الدقيقة وخلي بالحضرة الكلام لو انا بتكلم عادي غير لما بكون بزعق لما بزعق بدفع بالكتيرات اللي بتطلع في النفس على مسافة اكتر بالزبط العطسة أو الكحة بتطلع 200 مليون مايكرون 200 مليون في ايه في العطسة؟ طب خلينا بقى نتكلم على اللي لبس كمامة وعايز يعتص لازم يشيلها ولا يعتص في الكمامة ولا ايه الحكاية؟ يعتص في الكمامة مع أصل هو نفسه هو نفسه ما خلي بالحضرتك انا ليه ان انا بالبس كمامة؟ فيه يعني من ضمن الأسباب ان الاعداد زي ده ان الناس ما هياش فهمة لبس الكمامة صح وما بتلتزمش بيها صح سوق استخدام يبقى سوق استخدام وعدب ارتداء وكل حاجة برغم كل التعليمات اللي في الاسعالي شوفي حضرتك فيه توعية رائعة رائعة لم تسبق من الميديا كلها صحيح ودي حاجة كانت منجحة برضو ان الاعداد تقل فيه الموجة الاولى أكيد ولكن فيه ناس مستهترين مش فهمين محضرتك عشان ان انت تعمل الحاجة صح لازم تستوعب بيها هم شايفين الناس بتقول البس الكمامة لكن الكمامة ديها تعمل ايه اللي حطيتها على دقنو اللي منزلها كده يبقى مش فاهم طبعا الفهم والمعلومة هي اهم حاجة للممارسة يعني عشان الناس تضمن ممارسة صح لازم تفهم الكونسط صح تمام فالهدف من الكمامة ان انا احوش نفسي عن الاخرين وحوش نفس الاخرين ان هو يوصلني طيب دكتور كريمة خلينا نتكلم على نوعين الكمامات الموجودة يا الطبية يا اللقماش ايه الاستخدام الصحيح للطبية وايه الاستخدام الصحيح للقماش واحدة واحدة كده والناس بتطرق معنا مشاهدين الطبية اللي احنا بنستخدمها ولا الفريق الصحي الفريق الصحي ده وضعتها اللي احنا بنستخدمها اللي احنا بتستخدم اولا عشان ان انا قلبس كمامة سواء كانت طبية او غير طبية كمامة يعني ايه ان انا بحكم النفس بتاعي فلازم تكون محكمة الطبية بخلي الدعامة تبقى فكسد كده واربطه كويس واشده كويس بحيث ان هو نفسي يبقى جواية اعرف ازاي ان هي صحة ولا لا لو حد لبس نظارة ممكن تلاقي البخار بيطلع فمعنى كده ان انا كل ما كنت حكم الكمامة صح كل ما كنت انا بحمي نفسي صح وقايا صح يعني لو البخار تلا على النظارة ده معنى ان هي محكمة طبعا طالع من هنا يعني على النظارة بتاعتي يبقى هو ده نفسي انا لكن الفكرة كلها ان سواء قماش او سواء عادية لو لبستها قماش بس مهرولة وواسعة وبنزلها كده يبقى ملهاش لزمخة بصي حضرتك في حاجة اسمها امان زائف هل انا بحمي نفسي ولا بتحك على نفسي ولا عامل نفسي ان انا بحمي نفسي زي ايه لما يكون اي مكان اي مؤسسة وهي ايه لان ما فيش حد يدخل من غير كمامة الناس بتدخل بالكمامة بس مجرد انها دخلت خلاص وهي خطورة من ضمن المخاطر ان انا اي اروح اي مكان فيه تجمعات وقال على كمامة بتاعتي من اهم حاجة لمنع انتقال العدوى تلت حاجات اساسيين لازم ان الناس كلها تبقى حريصة عليهم تلت حاجات ايه هما؟ الحاجة التباعد الجسدي ليه انا بقول التباعد الجسدي وليس التباعد الاجتماعي هو تواصل اجتماعي لكن تباعد جسدي يعني ايه؟ يعني انا وحضرتك لازم نبقى بعيدة عن بعض مسافة متر ونص على الاقل مترين كل ما كانت المسافة اكتر كل ما كنت انا في امان اكتر احييكي على دقة التعبير انه تباعد جسدي وليس اجتماعي يعني عادي ما تنسأل على بعض بالتليفون او نشوف بعض الفيديو كوز ومفروض تواصل اجتماعي صحيح تمام؟ فمعنى كده ان مهم او اوي ان انا واللي قدامي لازم يكون فيه مسافة على ليه؟ عشان انا لما بطلع نفسي او بكح او بعتص الفيروس تقيل فبيقع على الاي مكان وبياخد مسافة تقريبا متر ونص او متر وتمانية من عشرة يعني مترين الا فانا عشان ان انا اكون امنة يبقى لازم يبقى فيه مسافة مترين يقعد على السطح قد ايه؟ احنا خلي بالحضرتك ما يهمناش هو بيقعد قد ايه؟ عشان انا ما بعرفش ان هو وقع الوقت او ما حسب له الوقت فهماني؟ لكن انا ابقى حريصة ان مهم جدا جدا ان انا ابقى لابسة الكمامة بتاعتي كويس عشان نفسي احط في اعتباري ان انا عيانة مصابة فمش عاوزة انقل للاخرين او احط في اعتباري ان الاخرين مصابين فمش عاوزة ان انا الفيروس يجيلي انا لو حطيت الكلام ده في اعتباري ان انا عاوزة احمي نفسي من الاخرين ما احنا عندنا ناس كتير حاملي الفيروس وهي دي الخطورة اكتر يعني انا لما بشوف حد مصاب ببقى حذرة منه طب اللي مش مصاب اللي ما بيزارش عليه الاعراض لكن هو عنده الفيروس ما هو ده الخطورة يبقى انا كمبدأ كده عام احط في اعتباري ان انا مصابة وعشان كده لازم ان انا احمي نفسي من الاخرين او الاخرين يتحموا مني لو كان حد مصاب تمام؟ يبقى مهم جدا جدا التباعد الجسدي زي ما قلت لحضرتك والتباعد ولبس المصك والحاجة التالتة والمهمة قوي قوي غسل الادين غسل الادين كل ما كان فيه مكان متاح فيه المية اخسر المية لو مية بصابون بس بشرط ان انا مش كده وخلاص يعني ادعكهم كويس بحيث ان المدة واحنا ليه بنقول عشرين ثانية عشان اضمن ان انا غسلتهم كويس الاماكن اللي هي فيها ويبقى فيه ارشادات برضو اعلانية بتوضح الدول اللي عاملة اللي عليها مفيش مية يبقى قد افرق ايدي بالكحول والكحول بقى متوافر وسعره متاح وكل حاجة التلات حاجات دولت مهمين جدا جدا انا عاوز اقول لحضرتك مهم جدا جدا ان احنا نتجنب حط ايدينا على وشنا بدون غسل ايدينا ليه؟ الفيروس زي ما هو بيخرج من الانف والفم عشان ان هو يطلع برا طرق العدوى لما بيدخل لجوة جسم الانسان بيدخل من التلات اماكن من العين والانف والفم يبقى انا مجيش بقى وانا بشتغل احط ايدي على عيني مجيش اعمل كده وانا ايدي مش مخصولة مهم جدا انا عاوز اقول لحضرتك ان فيه احصائيات اتعملت سواء عندنا في مصر او برا لقوا ان الرجالة بيصابوا اكتر من السيدات ولما شافوا كده لقوا ليه بقى عشان السيدات ادع في المياه على طول وفي المطبخ وبتخسر ايديها وبتنظف وبتعمل وهكذا الرجالة اقل التزاما من السيدات في غسل الى هو الرجالة عموما اقل التزاما في اي حاجة ده بالاضافة طبعا ده بالاضافة لعوامل تانية بالاضافة لعوامل تانية زي ان الرجال عندهم ضغط اكتر امراض قلب اكتر من النساء يمكن هرمون الاستروجين بتاع السيدات بيحميهم شوية ده اقل واجب بصراحة على الضغطات اللي بتتعرض لها الست في حياتها ده اقل واجب نيجي بقى هدية سلوكيات البشر ده بالاضافة للتجمعات والزحمة واحنا عندنا بقى في بيوتنا يابتو ان احنا كنا محرومين من الزيارات في المرحلة الاولى فبدأت الناس تتظاور من الناحية الطبية يعني من الناحية الطبية على ذكر النقطة دي حضرتك بقى بتشوفي ازاي كمان غير الزيارات العائلية قرارات الحكومة في انه فترات الكافيهات تخفيه ان الكافيهات في الشتاء هتفتح لحد الساعة 11 وفي الصيف هتفتح لحد ساعة 12 مساء يعني موعيد الفتح والاغلاق شو في حضرتك هو الفكرة كلها انه هو عملية تنظيمية هي الدولة كلها بقت بتودار بطريقة صح من ضمن ادارة البلد صح ان يبقى فيه ان الناس يبقى عندها وقت انها تنام وتستريح وكون ان الواحد ينام ويستريح ده على فكرة مفضل بالنسبة للوقاية من كورونا ما هو عشان ان حضرتك ان الحماية من كورونا ان الواحد ينام فترة راحة كويسة ده بالاضافة انه هو بيخلي الناس تعد العيلة تتلمي مع بعضيها لا هو يريد كمان تتبقى ساعت اقل من كده يعني يريد تتبضر عن كده كمان بزبط بره بيبقى لحد الساعة ستة في معظم الاماكن للساعة ستة هي يعني بداية كويسة عم تب تمام تعالي بقى نشوف السلقويات الخاصة بخصائص الفيروس وليه ان احنا في الشتاء الاعداد بتزيد شوفي حضرتك الفيروس ده او الفيروسات المعدية من الخصائص بتاعتها انها ما بتحبش ما بتحبس وما بتفضلش الجو الحار الراتب ما بتحبش تاخد تاني يعني ما بتحبش الصيف ما بتحبش اشعة الشمس المباشرة بتحب ايه بقى وبتنتعش في الجو الراتب الجاف الجو الجاف البرد تمام؟ زي الشتاء دي حاجة ده من خصائص الفيروس هل ده من اسباب انه الدول الاوروبية وامريكا بتبقى الاعداد فيها متزيدة بطبيعة انه الجو بيكون في الشتاء؟ طبعا هو في الشتاء عشان كمان حاجة ان الناس بتبقى متدفية مقفلة اي تجمعات او اي اماكن الناس بتقعد فيها مع بعض في مكان سيء التهوية فهو شهوية كويسة وبيعودوا فيه اكتر كل ما كان الشخص مصاب اكتر طب ازاي انا لو هروح اقعد في كافي كمواطن بعشن احنا دايما يعني بنراهن على وعي المواطن دائما المواطن اللي عايز يروح يقعد في كافي ازاي هو كده منه لنفسه يكون عنده الترمومتر اللي بيقيس بي انا اقعد في كافي دي ولا ما اقعدش في كافي دي عشان الاصابات بالقرار؟ لو الكافي في مكان مفتوح اقعد فيه عشان كده لو تلاحظي حضرتك ان احنا لما بدأنا ان احنا نفتح المساجد للصلاوات والجنازات والحاجات اللي زي كده والافرح والحاجات تقولنا ايه ان احنا لو عاوزيني نعمل حاجة نعمل في مكان مفتوح اقعد ايه الحاجة التانية ان احنا لما نعمله ما نعملش مثلا المساجد في وقت الصلاوات المتبعة لوقت الجمعة ولوقت الصلاة عشان ايه هتصارش تكدس شوفي حضرتك الكافية اللي فيه اعداد اقل اللي فيه مكان مفتوح اللي فيه نظافة اكتر اللي حاطت مسافة للتباعد الاجتماعي وبعدين ما تعوديش فيه كتير روحي يعني كل يعني فيه عوامل بيئية بتأثر على ان الشخص يبقى اكثر عرضة للعدوى من ضمنها ان المكان اللي انا قاعدة فيه مكان صغير ولا كبير كل مكان المكان كبير كل مكان الواحد اقل خطورة للعدوى كل مكان المكان مفتوح كل مكان اقل خطورة المكان سيء التهوية الصغير اللي فيه اشخاص كتير اللي انا هعود فيه وقت كتير هيبقى ده فرصة لي اكتساب العدوى طبعا فأزرول كده ان احنا نقعد في مكان مفتوح جايلك ضيوف مثلا بدل ما تستقبلهم في البيت استقبلهم برا في نادي في مكان مفتوح بس مع الاستزام بالمعايير اللي قلتك قلتها مع الاستزام برا بقى شوفي حضرتك مش لازم ان انا نقلبس مصق ليه بقى انا في مكان مفتوح لو انا قاعدة مسافة بيني وبين الناس مهمة قوي قوي يبقى مش لازم ان انا نقلبس مصق في الحالات اللي زي كده بس مهمة قوي قوي ان انا لا سلم ولا بوس ولا احضن التزم بالحاجات اللي هي ممكن تنقل العدوى في حاجة كمان مهمة قوي قوي ان الفيروس لما بيقع على اي اسطح ان لو لمسنا الاسطح دي ايدينا هتبقى فيها الفيروس وممكن ان هو يتنقل لأي حد بقى بالسلام او بأي طريقة او لنفسنا فمهم ان احنا نتفادى ونتجنب ان احنا نلمس الاماكن كمان اللي بتتلمس كتير يعني انا نزلة سلم مفيش جاعي ان انا حطي ايدي على الترابزين انا دخل اصنصير مفيش جاعي ان انا حطي ايدي على اكلك بيه اطلع منديل وايبس واستخدمه اوكي دي نقطة مهمة اوي جدا يعني اتجنب الاماكن اللي بتتلمس كتير اللي انا عارف مقابد الابواب بره هل ده بقى اللي خلي حضرتك تفكري في انك تقالي في كتاب عن كورونا انا عاملة كتاب حلوة او او عاملة الصراحة يعني من المرحلة الاولى بس لسه ما طلعش للنور عاوز حد يدعم نشر الكتاب عشان يعني لسه ما تمش التعاقد مع دار نشر للأسف لهذا الكتاب مع ان احنا محتاجين لحاجة زي كده بالوقت طبع حاجة بصي حضرتك من الالف للياء عملاها ابواب من اول ما تتعرف الفيروس ده عبار عن ايه والفرق بينه بين البكتيريا يعني الكتاب طبي طوعوي مهم جدا طوعوي وليس طبي عشان يعني الثقافة بتاعته للشخص العادي صحيح تمام وبعدين حتى باب بقى في الآخر اسئلة واجابة لكل حاجة تتخيليها فانا بتمنى ان هو يخرج للنور ان شاء الله واحنا كمان بنتمنى ومنتظرين هذا الكتاب وبالتوفيق دايما انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ الدكتورة كريمة الشامي استاذ تنبريد بجامعة المنصورة مستشار مكافحة العدوى وصباحك صباح الوارد احنا خلصنا اه خلصنا نورتينا نصير حضرتك اهلا بيك اهلا بيك وشاهدينا نسفكم مع فاصل ونرجع بفقرتنا الحورية التانية تابعونا اشتركوا في القناة